اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى ازاي المشانين خلوني اراحب بديو في هذه الفقرة دكتور احمد ثابت ازاك دكتور كله كويس انا مرة اقول لك دكتور مرة اقول لك كله كويس تمام انت دكتور طبيب اه فعلا ايه اللي خلاك تروح للكورة بقى او للحاجات دي بالمناسبة لان عمري مسألتك من الفين وعشرة اه اه يعني انا اصلا بحب الكورة جدا يعني بمارس الكورة بلعب كورة على طول اه اه عليها أيها الفين وعشرة اشتغلت اول في الصحافة تحليل اه في جرائد وبعدين اتدرجت بعد فنل قراءته وبعدين اقترى اشتغلت في نيل الرياضة وشتغلت في قناوات مختلفة اه ليحل في الرياضة في صدر البلد مع كبتن شيفير في صدر في كاسى العالم بعدين جيت قنات الااهلي بقى فعلا اعمى اجل اه ا chew مرة ا اسألك السؤال ده صح اه لا اقعدوا ا Pred extras wish nd l ly resume. Ѣ minerals.快 Lamしieren دكتور إه دكتور كريم سعيد لك يا دكتور لك يا سلام الحمد للحمن نحن عارفين خلفيتك يا كريم الحمد لله ايه تب احكي لنا برضو ألا لأنا بالشغل لنا من 2001 2001 كان كنت مراسل مع أول موقع رياضي مهتم بمحترفين كان اسمه Egyptian Players Egyptian Players بس كان ويبسايت بالإنجليش ما كانش بالعربي فكنت بكتب الأخبار بالإنجليش وكان ويبسايت نفسه مختص بالمحترفين بس بعد كده بقى نضميت يلا كورة في 2006 وبدأ المشهر مازل بس هذا من ربطة مشجيع الأهل نعم من ربطة مشجيع الأهل اه 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 2005 2005 اه اه كنت محسس خليت شاكل لما عمل الرابطة وعم قلت عامل الجامعية منك بلعب باك رايت في الوقت طيب خليني بس الأول أسألكم عن تصريحات الكابتن عصام الحقيقة لأنه كابتن عصام تصريحاته مستفزة جدا خلال هذه الفترة فبما انه يعني هو مبدئيا قال ايه كابتن عصام كابتن عصام الفتاح طبعا قال مين الكلاتن برجي مين الكلاتن برجي مين اللي اشتغل معاه هو ينفع ليه ويشتغل تحت ملازم هو أولا كابتن عصام يعني فيه كذا نقطة كده اه تفضل وأولا تصريحاته بقت مملة بصراحة قوي قوي تصريحاته كتير جدا ده أول حاجة نقطة الثانية كابتن عصام ليه دايما يعني ليه ما علقش مثلا بعد ماتش الزمالك والمصري والطارد بتاع الوينش اللي ما تحسبش ليه دايما بيطلع يعلق بعد مباراة الأهل دي النقطة الثانية النقطة الثالثة لعبة إمام عشور اللي بيتكلم عليها ان هي ضربة جزاء وكده هنفترض ان هو مسلا كلامه صحيح ان هي ضربة جزاء طب افرد ما هو الحكم الأسباني ده اللي حضاءك جايبه انت اللي جايبه يعني الحكم لما يغلص هنزل بالمستند ما احنا نزلنا شفت احنا عملنا اللي حتة اللي احنا عملناها دي اه شفتها اللي لا يعني انت هو اللي جايب هو اللي هتعسب عليه ايا كان فانت حضاءك وانت زعلان ان انت جبت حكم كلاس بي واحرج كل حكام مصر للامانة يعني حكم كلاس بي في اسبانيا هو مش كلاس اي يعني مش حكم مش رقب واحد اه مش من الاربعة اللي هم في اسبانيا لا ده حكم كلاس بي وجاء حكم مبارك ويسع يعني الحاجة التالتة او الرابعة لاتن بيرج يعني هل معلش ناسف عشان النقطة دي تحديدا مهمة لو الاهل يتغلب كنت اتطلع تقول كده لا طبعا نفس الكلام يعني لو الاهل هو بيقول ان ينفع لوه يشتغل معا لازم كابتن يا صام عبد الفتاح دايما بيطلع يقول ان هو مونديالي وكل حاجة طبعا حكم مميز وكل حاجة بس مش شرط عشان انت حكمت في كاس العالم هتزل الناس يعني انا مش فاهم انا انا عايز بس اقول ان بكاري جسامة اسوأ حكم في كارت افريقيا رايح المونديال للمرة التالتة عالتوال يا كابتن اسلام يعني مش شرط عشان انت حكمت مونديال هتزل الناس ان ده ده كلاتنبرج ده جماعة حكم نهاية يورو 2016 بين البرتغال وفرنسا حكم نهاية دورة ابطال اوروبا بين ريال مدريد واتليكو مدريد حكم اكتر من 250 مباراة مين؟ كلاتنبرج اللي بتكلم عليه حكم اكتر من 250 مباراة في الدورة الانجليزي اكتر من 50 مباراة في دورة ابطال اوروبا بصراحة لا يعني هو بيحاول يعني حاجة غريبة جدا اللي بيعمله ده ولو قررنا الهدف طب هو ليه ما تكلمش زي ما حدقا قلت على الهدف اللي هو الزمالك في بدايته الهدف الاول جاي من لعبة متحركة نفس اللعبة اللي حصلت في ماتش الاهلي والبنك الاهلي رجل لا يا رجل يتكلم علينا لا يا انتا متحذر هي حاجة تخص الاهلي ممكن نفس اللعبة هي قدامنا يعني نفس اللعبة الهدف ده هدف الزمالك الاول في الديها 6 و60 من بداية اللعبة من كرة ستة برضو اتحركت ونفس الكلام برضو اللي حصل يا باب احنا عايزين عايزينها تتشاير في كل يمكن يمكن توصل للكابتن عصام ويشوفها ما ان انا هو كابتن عصام الحقيقة يعني ما بيعملش في كل مكان قاعد يقول لك اصله اسلام اصله اسلام يا كابتن عصام اسلام مين انت كل ما تيجي تتكلم على اسلام مين اسلام انا يعني انا مزيح بقادي دور يا فندم اول المحاضرات تبقى كويس ان شاء الله في شغلك هتلاقيني بقول لك ان انت كويس ادي القصة كلها لكن طول ما حاضرتك مش كويس عمري ما حقول ان انت كويس ده اخر حاجة بس دربنا يا استر بكرا بقى كمان ده الحكم عبدالعزيزي السيد ده صاحب الواقع الشهيرة بتاعت مباراة الزمالك وطنطا من خمس سنين ده الحكم ده كانت وقف شهرين عشان ما حسبش تلت ضربات جزاء لطنطا في ماتش الزمالك وطنطا في ماتش واحد فربنا يا استر بكرا يعني ده كريم وطبع التصريح ااخده من كذا جزء اول حاجة واضح جدا من نبرة كابتنا صاحب الفتاح وهو بيقول التصريح ان هو ااخده بشكل شخصي تماما للدرجة اللي خليته يهين زميل له اي ان كانت جنسيته اي ان كانت جنسية الراجل ده هو اهانه لين هو بيقول يعني ان انا مش هش يعني بفخر يعني انا اقل مني يعني اهانته في الملاء لكن هو اهانته في ان هو اقل مني طبع وبالتالي اداريا الكابتنا صاحب الفتاح بيؤكد اللي انا اقول طبعا كده هو كان حكم ممتاز حكم كان حكم ساحة ممتاز كابتنا صاحب الفتاح على المستوى الاداري فاشل بدرجة عشم عشرة ليه ما ينفعش رجل اداري يقول التصريح ده ليه بقى في نسبة واحد في المية الاتحاد الكوروه قال ان هو جاي استشارى في مهمته وربما انا معطقتش كابتنا صاحب الفتاح هيستقيل لو هو جي بس مفترض كلات ان بيرجه وحتى ايه يا كابتك سلام لو كابتنا الصاحب في استقال اي حد سمع التصريح ده هيبقى مؤمن تماما ان الكابتن عشرة الفتاح عن طريق اصدقائه حيضع العراقيل في طريق الرجل ده عشان قبل ما تكمل أنا مبارح قبل ما يطلع بالتصريح بتاع إن الزمالك لون راكل الجزاء أنا قلت الكلام ده على الهوى هو أنا بشم على دار إيه دي هو أنا مش ساحر على فكرة بمناسبة الكلام اللي أنت بتقوله يعني أنت قاري برضو المشهد من دلوقتي فأنا ما قردتش أنا ما عملتش حاجة أنا مش ساحر يعني وقعدت لا أنا قلت يا جماعة الكابتن عصام حيطلع يقول إن حيقول حاجة ليه يا راكل الجزاء ليه بتاعه يقول طلع عال بعدها بنص ساعة كلامك مية في المية مصبوط فببساطة إلا هيحصل إن الكابتن صاحة فتاحة بدون ما يشعر أبدأ ما في جوفي وأظهر ما في داخله تجاه الفترة الجاية مش بقولي الرجل الفكرة مش فكرة إسمك لاتنبر لا خالص والله حتى لو إكس أو زد أو وي جه واضح جدا جدا إن هي عند الكابتن صاحة فتاحة فيها لغ فيها واضحة جدا فيها لغ فيها أسلوب سيء للإدارة أسلوب إن النجاح لن يأتي غير عن طريقه هو دلوقتي بيشتغل ويستجد حكام بيشتغل محل الحكام وبيشتغل كل إعلامي تحكيمي يعمل كل حاجة وفي نفس الوقت هو عايز كمان الناس تقبل منه كل شيء تقبل منه قراءه التحكيمية تقبل منه قراءه الدارية في التحكيم يعني مع كامل احترام إذا كنت حكم جيد أوكي لكن ده لا يعني لا يعني إن أنت تقدر تقود الحكام وبالتالي أنا أتمنى من المسؤولين في التحاد الكوراة اللي أكدوا وجهة نظرنا هنا هو في قناة النادي الأهلي وإننا أكلمنا كثير جدا جدا على ضرورة والفيديو حتى نشيرته من نوفمبر 2021 عشان بس محاجة لا يقول إحنا أول لا إحنا الفيديو موجود على اليوتيوب بتاع قناة النادي الأهلي وموجود على السوشيال ميديا في صفحة الفيسبوك بتاع قناة النادي الأهلي الفيديو بتاريخ أعتقد 16 نوفمبر 2021 قلنا يجب القرى المصرية لن تنصلح حالها في ما يخص الحكام إلا بتعيين خبير تحكيمي أجنبي ولي يعرف أحمر ولا بيض أو بقول الأحمر الأول كمان خلي بالك بالضبط وبالتالي المسؤول أنا بقول له المسؤول في اتحاد الكورا اللي اختار اسم كلافنبرج برافو عليك برافو عليك أنت شغال كويس ولا وما تسمعش المهاطرات وما توقفش عند الحاجات دي ولكن بكل أمانة تصريح الكابتن عسى عفتاح يعطي المؤشر أن في عراقين هتتحط لإفساد وإفشال هذه الخطة من أجل إثبات حاجة إن الكابتن عسى عفتاح صحة بس مش حاجة تانية أي حاجة تخبط في الحيطة مصلحة الكورا مصريا خبط في الحيطة مصلحة الحكامل هم يتطوروا أدائي يعني خلال كلمة صراحة الكابتن أمين عمر في مباراة المأولين والإسماعيلي حصل مشاكل كثيرة جدا 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 بعد المباراة وحصل واضح جدا يعني ما يشبه يعني الاحتجاك للجسد داخل أو بالقرب من غرف الملابس بسبب بعض الأخطاء في أخطاء بتحصل يعني كل الأندية واضح أنها بتشتكي وبالتالي هنا الحكام زي اللعبة كابتا إسلام الحكام زي اللعبة لو ما عندهمش حد بيتطورهم مستوى هم هيقف اذا كان فكر رئيس لجنة الحكام معروف لحضرتك معروف لأحمد معروف ليا فكر شوف تتابع تصريحات الكابتن عصام هتطلع تقول مليون في المية مليون في المية مبارح أي حد هتطلع يقول إن الكابتن عصام مش إسلام يعني ده اللي هو الفنكوش لا هيطلع يقول مليون في المية إن الكابتن عصام عبد الفتاح هيطلع يقول إن الزمالك لها راكل الجزاء أو الفرقة اللي كان بتلعب ضد الأهلي عشان بس ما حدش يجيب أهلي وزمالك أنا بتكلم الفرقة اللي كان بتلعب ضد الأهلي لها راكل الجزاء نعم مليون في المية هتطلع يقول كده ليه لغرض واحد فقط أنت بتقولها من الناحية التانية أن هناك عراقيل سيتم وضعها واضحة جدا لإفساد الفكرة نفسها بوجود حكم أجرامي مهما كان اسمه لو اسمه جو بايدل لو كولينا الإيطالي لو ما أنا بقول لك أنها جبت لك بقى يعني هيطلع أي مبرر لأي شيء في أي حاجة وفي الآخر هيطلع يعمل إيه وإذا كان كابتن عصام دولايات رئيس لجملة الحكام بيطلع يعمل كده تخيل بقى لو هو بره للتحكيم هيعمل إيه هيطلع بقى في كل البرامج وفي كل البداع ويطلع ويمسك ماينفعش الاثنين مع بعض المركب اللي لها رئيسين بتغرأ يعني يا كابتن عصام يا كلاتنبرغ ماينفع ده بالتصريحاته دي أنا شخصيا أنا شخصيا أنت حافظ على كلاتنبرغ لأسباب عليه كلام كتير كلاتنبرغ عليه كلام كتير جدا 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 مش ده معناه أنه مش عايز أجنبي أنا عايز أجنبي بس مش عايز كلاتنبرغ يعني ممكن وجهة نظر لأنها هات أربع خمس أسماء كبيرة واختار منها التحكيم المصري يستحق ده ليه؟ لأن زي ما كريم قال يا أحمد أمين عمر حاكم كويس صح محمد البنة محمود البنة حاكم كويس إبراهيم نور الدين حاكم كويس كل الحكام دي حكام كويسين بس هما وصلوا لثقف مش هيقدر يعلي عن كده هو ده السقف اللي أنا حقدر أوصل له طول ما أنا محدش بيتكلم معايا محدش بيعملي كل التفكير اللي بيكلمني هو تفكير محدود وخلاص وهو المسؤول كمان يعني محمود البنة ده أنا بعتبره أحسن حاكم مصر الحقيقة ليه مراحش كاس عالم شاعر هو المسؤول ما ورئيس لجنة التحكيم هو المسؤول هو المفروض بيوديه يواديه الأول كاس أمم ويواديgr ما شط كبيرة هو المسؤول بيرشح ناس تانية بيبقى الموضوع دايق هو المسؤول عننا طيب كابتن أسمي شايس حد يطلع في كاس العلك هو عشب إumbung أكيد يا كابت إسلام الحكام اللي بيتم اختيارهم المونديال ي backend لأ الحكام اللي بيتم اختيارهم للمونديال أكيد بيتعمل لهم سيفي وبتعاملهم مرأبة جديدة وبيأخذ درجات من كذا حاكم بس بس كريم ثانية واحدة بس انت الاتحاد بتاعك بيزوء يعني مثلا البنة ده لو كانت كاس الأمم الأفريقية 2019 لو كان حاكم فيها كان زمانته بيحاكم كاس عالم ديوار بيوقع فيها سن التعيينات وسن اتزاق من الآخر بس احنا اهم حاجة نقول الوقتي ان فعلا الحكام محتاجين حد يطورهم ويصحح لهم اخطائهم بدل ما الكابتع صعب فتاح مضيع وقته روح صحح أقطاع الحكام في الغرف المغلقة واعلمهم عشان المرة الجاية نشوف احنا ببساط اعطاك لطاية الموسم لما شوفنا بعض الأخطاء قلنا انا فيش مشكية جماعة أخطاء بتحصل ياريب بعد كده ما تتكررش نغاية احنا كله واسبوع في خطر التحكيم هنكمل كلامنا ولكن بحنا نتكلم فنيا عن عندنا مباراة مهمة ومباراة صعبة انا بشوفها مباراة صعبة ما عرفش رأي حضراتك هنطلع فاصل وبعد الفاصل على الشاشة كريم وأحمد سابت سيقولوننا كيف يستطيع الناد الأهلي أن يفوز على غزل المحلة وهل هي بالفعل مباراة صعبة ولا لا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين مرة أخرى كريم وسابت مع حضراتكم على الشاشة اشرحولنا كيف يلعب فريق غزل المحلة في مباراة بكرة وهل هي بالفعل مباراة صعبة ولا لا احنا بسهل ما قسمنا الحالات اللي معانا النهاردة أنا حايا باتكلم على حالتين في مباراة الأهلي والزمالك وبعيدا تماما تماما عن تقييم الجازة الفني هنا فوجة نظر الشخصية الكابتن سيما قمصان في تجربته الحالية لا يخضع للتقييم لأنه بصراحة هو بيسير الأعمال وفعلا رجل شجاع جدا جدا أنه يقبل المسئولية في التوقيت ده في توقيت صعب أنا اللي عايز أتكلم عليه بعض القرارات الفردية للعبي النادي الأهلي في بعض المواقف في المباراة واللي أنا بشوف أنه لحد ما هجوميا عندنا بعض الفردية بعيدا عن الجماعية المطوبة واللي اشتهر بيها النادي الأهلي فيه أفضل فتراته سواء مع مالجوزي أو سواء مع فيلل أو حتى سواء مع بيتسو موسيماني نفسها دي حالة من الشوت الأول كانت ضربة ركنية وواضح جدا أنه كان عندنا تاكتك لما نقفينه هنلاقي أنه أول ملاعب نقف مع ليش أول ملاعب التمرير لأحمد عبدالقادر كان واضحا فيه تاكتك أنه لازم أحمد عبدالقادر يدي الكورة مرة أخرى وبيشاور له وواضح جدا ما بيشاور له بيقول له أدي الكورة العدي معلول لأن التاكتك ببساطة أن أفشا يطلع ويطلع معاه وياخد معاه حده ويلاعب التنادي الزمالك الكورة ترجع العدي معلول يكسل ما تتسلل ويلعب الكورة العرضية لهذا كان من المهاجمين في النادي الأهلي عبدالقادر ما عملش كده ويبص على الناحة التانية ولعب بص عادي جدا تماما ليه محمد هاني اللي كان واقف في عمق الملعب وما لقاش قدامه غير إن هو يسدد التزديدة دي التزديدة فدتنا وراحت لأفشا اللي جاء الانفراط الكورة جاء التانية لعبدالقادر نستوب هنا هنا عبدالقادر كان عنده خيارية الخيار الأول إن هو السهل جدا جدا إن يلعب التمرير مرة أخرى لعلي معلول عشان علي معلول يلعب الكورة عرضية على الأرض لأي حد يخش يجب أجول أو نسبة إحراز الهدف من الطريقة دي أعلى بكتير من القرار التاني اللي عبدالقادر خد وهو إن هو يعمل مروهة ويشوت ويستخدم الحل الفردي وبالزبط هو ده اللي حصل وعشان كده شفنا الاعتراض من علي معلول للمرة التانية ده لقطة ولعبة بتورينا قد إيه إن إحنا محتاجين نفكر في الحل الجماعي أكتر من الحل الفردي الحل التانية اللي معايا في الشوت التاني بعد ما كدت سامي أمصان أبس من اللعبها بس هقول حاجة كابتن سامي أمصان في نهاية الشوت الأول كان عندي لأزمة في مركز الجناح الأيمن وإن بيرسي تاو بعد مرور خمس دقايق قرر من نفسه إنه يفضل يلعب داخل الملعب وفضل نلعب على الطرف الأيمن بمحمد هاني فقط صعب بيطير صعب ما بيطيرش بس الحتة دي كتفضل طول الملعب في الشوت التاني الكابتن سامي أمصان ننزل حسين الشحات وبدأنا نعمل ستريتش للملعب جد الفرصة دي الفجة تنزل لواحدة ويعني فرصة جدا 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 كتعمل منها هجبة حلو عمر السلية بيلعب تمريره ولا أروع لمجدي أفشا وهو واقف في مكان ممتاز جدا 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 وبيستغل فيه عدم رجوع زيزو على الجابحة كان متأخر جدا هنا نسطب نشوف إن اللعبة تلات لعبة من نادي الأهلي على مدافع واحد وهو عبدالله جمعة وكان ممكن يتعامل فيها تفريغ للمساحة على الجابحة اليوبنة سواء لحسين الشحات أو حتى تروح لحسين الشحات ومحمد هاني يعمل أوفرلاب فيخش لمنطقة جزاء نادي الزمالك بسهولة جدا لو قررنا نلعب جماعي ولكن للأسف برضو أفشا ما اخترش الاختيار ده ويختار الاختيار الآخر الفردي لعبتين دول دول اللي أنا حابة أتكلم عليه من النهاردة عشان واضح إن احنا نثبت تركيزنا في الحل الفردي في التلت الأمامي قدام أي منافس بقى له يعني بنبديه على اللعب الجماعي وده أسلوب أتمنى إن اللعبة نفسها تاخد قرار إن أنا هبدأ ألعب وأبص لازل تبقى عناية بصة على زمايلي في الملعب لازم عناية بصة على الحل الجماعي قبل الحل الفردي الحل الفردي الجاء له في حل واحد إن فعلا ما عنديش غيره وبالتالي أعتقد لو إحنا قدرنا نحس النقطة دي دي نقطة من النقط إن شاء الله بإذن الله الجهاز الفني الجديد يقدر يشتغل عليها لإن إحنا فعلا بقى لنا فترة فعلا ما عندناش تطوير لأداءنا الجماعي الهجوم غزل المحلة وتشكيل غزل المحلة غزل المحلة بيلعبوا بطريقة نستعرض تشكيل غزل المحلة مع بعض فضل أول حاجة لو نستعرض بس التشكيل في حراسة المار مع عمر شعبان هم بيلعبوا بيه لأربعة تلاتة تلاتة قدامنا التشكيل على الشاشة عمر شعبان لاتنين المساكين محمد فتح الله ومعازل حناوي الباكليفت مصطفى العش والباكرايت يحيى حامد الاتنين الارتكاز حميد ماو واشرف سيد وإبراهيم بيغطي هو كمان بيبقى ارتكاز تالت معه من ناحية اليمين واشرف سيد هو اللي بيروح ناحية الشمال وحميد ماو هو اللي بيبقى في العمر فبتبقى أربعة تلاتة تلاتة التلاتة اللي قدام وليد مصطفى وده ناشئ الأهل المعار لغزل المحلة وهشام عادل الشهير ببلحة ناحية الشمال وعبد يحيى أخطر لاعب في غزل المحلة المهاجم ورسل حربة ده بنسبة تسعة وتسعين في المئة ده هيبقى تشكيل غزل المحلة بكرة الأربعة تلاتة تلاتة هو ده نفس تشكيلهم تعالى نتفرج على الحالات ونخش نشوف التلاتة الارتكاز بتاعهم مستعرض أول حالة هنلاقي ده شكل التلاتة الارتكاز هي على الوراء أربعة تلاتة واحد لكن في الحقيقة في الملعب حميد ماو هو اللي بيبقى مغطي العمر كونية هو اللي بيبقى نحية اليمين وأشرف سيد هو اللي بيبقى نحية الشمال نكمل نجيب الحال بعدها برضو هنلاقي نفس الشكل التلاتة الارتكاز بتوع غزل المحلة حميد ماو وكونية وأشرف سيد تعالى نتكلم بقى ونشوف أهم لعبة والتكتك الهجومي والتنظيم الهجومي والخطير بكرة أهم حاجة تحركات عبد يحيى عبد يحيى هو الرأس حربة على الورق ولكن هو دائم التحرك نحية الطرف الأيمن في المساحات اللي بتبقى مثلا خلف الزهير الأيصر عند النادي الأهلي دائما بيبقى نحية اليمين يرجع الصورة اللي قبلها كده هتلاقي هو رأس حربة ولكن هو بص هو متحرك فينا عشان يفضل المساحة في العمق المين اللي دائما بيبقى قطع للعمق هشام عادل اللي هو رقم سبعة بلحة اللي هو نحية عبد يحيى اللي بيبقى نحية اليمين والشام عادل هو اللي بيبقى جوه قطع في العمق الصورة اللي بعدها نفس الشكل عبد يحيى دائما بيتحرك إذن لازم نخلي بالنا إنه هو دائما بيسقط لتحت عشان يفضل مساحات في ظهر المدافعين ليه اللي هون مثلا نفترض ياسر إبراهيم أو رامي ربيع أو بدر بنون أي حد في ظهرهم هو بيسحب المدافعين مع نفس الشكل برضو بيتحرك دائما نحية اليمين الهجوم بتاعهم والشكل رقم تمانية اللي هو أشرف سيد اللي معاك كورة بيلعبها المين ليه لعيب الأهل المعار اللي هو وليد مصطفى العيب كواس جدا اللي عيب الصغير اللي هو المعار من نادي الأهل النادي المحلة واحد من المعارين الممتازين هنا بيحصل سويتشات وتبادل أدوار ما بينهم برضو بتتبازع أو بتتمرن في العمق ليه عبد يحيا اللي هو مهاجم غزل المحلة في العمق إذن لازم نخلي بالنا من تحركات عبد يحيبك مهم جدا جدا لأنه مهاجم قوي لو برضو معنا أرقامه لو نستعرض أرقامه في الدوري هنلاقي أنه هو أهم لعب السنة دي في غزل المحلة هو محمد فتح الله كاماتشو المساك دول الاتنين الأعلى تقييم في غزل المحلة قدامنا الأرقام على الشاشة ومسجل خمس أهداف هداف الفرقة منهم أربعة بالقدم اليومنا واحد بالرأس الأكثر أسست ليه 13 محاولة صح ومروغاته النكحة 13 دليل برضو أنه كورته حلوة على الأرض ومهاجم كويس مميز على الأرض تعالى نتكلم بقى على برضو دي كورة كانت ميتة اللي هي اللعبة ميتة خالص مع أمبي قدر أنه يحييها وكمل الصور قدر أنه يضغط عليهم ويحصل على ركل الجزاء من اللعبة ميتة خالص دليل على قوة برضو قوةه البدنية والسرعات اللي بيمتلكها مهاجم مميز بصراحة يعتبر عبد يحيي وهشام عادل أهم اتنين على المستوى الهجومي ومعهم وليد مصطفى ناشي الأهلي المعار الأهلي بكرة عنده مشكلة الأهلي بصراحة في الفترة الأخيرة مشكلته بدنية أنا شايف أن الأهلي مشكلته بدنية أكتر من فنية بدنية إزاي أن أنت مسماني في الفترة الأخيرة مدرب الأحمال قلة التدريب الحاجات دي كلها قدت إلى أن احنا شايفين أنا شايف أن نادي الأهلي كان يقدر يكسب الزمالك فنيا كنا نقدر نخلص الشرط الأول ولكن واضح أن فيه مشكلة بدنية فأنت إزاي تقدر كابتن سامي ومصان هنا إزاي يقدر يتعامل خاصة أن أنا هلعب كل 3 يام ماتش لازم يحسن روتيشن لازم ألعب ودعم ببعض الشباب أحمد نبيل كوكا لازم يكون لي دور مهم جدا بكرة لازم أحمد نبيل كوكا وعمر السلية لازم أحمد نبيل كوكا خاصة أن أنا حتى لما حمدي فتحي خرج إزاي مالك قدر أنه يجيب جنين كان لازم تواجد أحمد نبيل كوكا في الحتة دي لو استعرضنا تشكيل النادي الأهلي بكرة اللي هو قد يكون متوقع آه تشكيل الأفضل يعني من وجهة نظري نبدأ بكرة عادي بطريقتنا أنت بان عليك نسيت يا أحمد والله بان عليك نسيت المتوقع التشكيل متوقع من وجهة نظر أحمد سابت آه يعني متوقع مش من وجهة نظر الفرق أو يعني كابتن سامي لا من وجهة نظر أحمد سابت أنا أعتقد أنه كابتن سامي سيعمل روتيشة لكن من وجهة نظري التشكيل الأفضل نجيب بس البيرو هنلاقي أن الأربعة اللي وراء من وجهة نظر محمد الشناوي نديله الثقة فبرضو محتاج أنه يستعيد إن شاء الله مستوى في الفترة الجاية محمد الشناوي يعتبر حارس مصر الأول الاثنين المساكين طبعا بعد غياب أيمن أشرف وعدم تواجد محمد عبد المنعم أعتقد أن ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ياسر إبراهيم ورامي ربيعة اثنين مساكين أو حتى هاتل تشكيل اللي معنا صورة يعني فيكسل الباكرايت أعتقد أن كريم فؤاد محتاج ياخد فرصة في الفترة الجاية كريم فؤاد لعيب روتيشن كذلك برضو الباكليفت محمد أشرف غياب علي معلول أنا شايف أن تواجد واحد زي محمد أشرف في كناشئ مهم مش تقليل من محمود وحيد ولكن إحنا محتاجين كل اللعيبة في الفترة دي لازم اللعيبة في الفترة دي أدي قدامنا التشكيل اللي أنا بشوفه من قد يكون الأفضل من وجهة نظري لأربعة، اثنين، تلاتة، واحد محمد أشرف نحية الشمال وقدام كريم فؤاد محمد أشرف ليه مش محمود وحيد أنت عندك برضو معلول هيغيب عشر تيام فأنت محتاج ودخل بعد ثلاث تيام ماتش بيراميز فأنت لازم تبقى عندك كذا العيب جاهز بقى خلاص يعني لازم تجاهز لازم تدي العيب زي ده جعان كورة محمد أشرف ده ولعيب موهوب أديله أكسب العيب زي ده عندك أحمد نبيل كوكا لارتجاز واحد من المكاسب في المباراة الأخيرة قبل مباراة الزمالك وبيعملك دور مهم جدا في عملية تحضير الهجمة عمر السلية ودور الخبرة بقى بكرة لازم والتمريرات الطولية بتاعه والتكملة ده مهم جدا لازم كذلك وليد سليمان أنا شايف إن أفشة في الفترة الأخيرة نوعا ما مبطأ الرتم شوية من وجهة نظري فعشان كده أنا شايف إن وليد سليمان تواجده مهم وليد سليمان فترة وأفشة فترة أنا محتاج كل اللعيبة في الفترة دي ولازم اللعيبة تعتبر المباراة دي كؤوس المباراة دي لا تقبل القسمة على اثنين احنا قسرنا الدورة السنة اللي فاتت بسبب المباراة دي لازم المباراة دي لا تقبل القسمة على اثنين نكمل بقية التشكيلة نحية اليمين طاهر محمد طاهر لعيف سريع وقوي بدنيا يقدر يديك في الحتة دي صلاح محصن لما نزل مباراة الزمالك في الشرط التاني قدر إن هو يسجل أعتقد بسبب غياب حسين الشحاة وإحمد عبدالقادر فأعتقد إن طاهر وصلاح محصن تواجدهم مهم قدام رأس حربة محمد شريف التشكيل بس آخر نقطة أتكلم فيها إن أنا عامل روتيشن بس لازم روتيشن برضو أنتم حافظ على بعض اللعيبة الأساسية يعني أنا الشناوي أساسي رامي ربيعة ياسر إبراهيم عمر السلية طاهر محمد طاهر محمد شريف كل ده وكريم فؤاد إنت بس طعامت ببعض الشباب اللي إنت هتديهم فرصة يعني عملت خليط ما بين الاتنين عشان برضو تخفز على قوام الفرقة وتقدر إن أنت تحصل على التلات نقطة كريم ما زلت يا كابتا سلام أنا أمؤمن على المستوى الشخص إن الفترة الحالية بدأ الموسم وحتى من فترة قبل كده شوية محتاجة إن إحنا نسبة على ثلاثة أربعة ثلاثة ليه؟ إن هي بتدي أريحية للاتنين فول باكس إن هم يقدروا تيروا زي ما هم عايزين ويما يتلعبش في ظهرهم زي ما شفنا مثلا فريرة الشوت التاني لعب بشكل أركز على المساحات خلف محمد هيني وخلف علي معلول وقدر يعتمل على القرارات العرضية والاختراقات وشفنا فرق الصرعات قدر بيها نادي الزمالك يجيب هدفين في خضام أقل من ربع ساعة فبالتالي واضحة أن هي صغرة عندنا وفي فرق كتيرة لعب ترى وبالتالي أنا بجيب الهيستري بتاعنا في الموسم ده بلاي إن أفضل فترة لنا في الموسم هي البداية لما كنا بنلعب ثلاثة أربعة ثلاثة البعض يقولي طبعا يا كليم خلي بالي في بعض الأحيان عدم وجود حمد فتحي والسولية والأليو جانج ما بعض بيخلي مدير الفني يبقى خايف إن هو يلعب بيها لأنه هو بيحتاج حمد فتحي لبقى هو التالت نهاردة إحنا مع وجود بدر بانون وعودة الحمد لله محمود متولي نقدر نلعب الثلاثة أربعة ثلاثة ممكن نستعرض بالزبط دي في وجهة نظر الشخصية التشكيل الأمثل لي أنا كريم سعيد بكرة محمد الشنياو لا خلاف نوحارس مرمى سلاسي في الخلف ربيعة بانون وياسر على الجابهة اليومنا باتفق جدا جدا مع ثابت إن إحنا ندي كريم فؤاد فرصة ومساحة إن هو يبدأ خصونا في المتشارات العتمدن عليه فيها فعلا كان ممتاز جدا جدا على الشمال محمود وحيد في نص ملع برضو باتفق مع ثابت في الاعتماد على السلية وكوكا إن كوكا بيرعب دور ستة بشكل كويس وفي السلاسي الأمامي بيرسيتاو على يمين ومحمد شريف مهاجم صريح ويأفشة على الجابهة اليسرى ويقدر طبعا في الطريقة دي براحة بيرسيتاو وراحة أفشة إن هم يضموا جوه ليه ببساطة إن هيبكالين فؤاد ومحمود وحيد على طول طيرين وكمان في نفس الوقت مش خايفين من ظهرهم لأن ربيعة وياسر هيبقوا مؤمنين الأطراق ده فوجة نظر الشخصية 3-4-3 هي الطريقة الوحيد لنا عشان نقدر ما نكررش نفس الأخطاء اللي عملناها في التلت الأخير من الدوري السنة اللي فاتت وبالتالي ضاع اللقب السنة ده تشكيل دكتور أحمد سابد وده تشكيل دكتور كريم سعيد وغدا هنشوف تشكيل كابتن سامي أمصان هيبقى عامل زي زي ما حضراتكم عارفين المباراة بكرة إن شاء الله على الهواء مباشرة قبل المباراة بساعتين يعني بيكون مع حضراتكم للستوديو التحليلي لقناة النادي الأهلي مع النجم الكبير الكابتن أيمن شوقي والمحللين الكبار اللي موجودين معاه دايما في قناة النادي الأهلي أمشكركم شكرا جزيلا دكتور أحمد بشكرك الكريم على وجودك معنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة بكرة وإن شاء الله ربنا يكرمنا بالثلاثة نقاط وبعد كده بقى نبقى نتكلم بولي كل حدث حديث بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وإن شاء الله أشوف حضراتكم على خير